نعم، أيضا هناك جوانب أخرى متعلقة سواء بالتطوير أو بمستوى المشاركة وكذلك المستوى ميراجان داخل ميراجان بمسج بعد الفنون مثلا تراتية مثل غناء مثل ترات مثلا كيف يمكن الحديث عن تطوير هذه المصابقة في المستقبل؟ طبعا مثل ما نتعارف هنا جمعية الناس القطرية تختص فترات الصقور والسلوك والرماية فهذا المجال الذي إن شاء الله نتمنى في سنة القادمة أن نحاول لنا الإخوان مع وزارة تقافة عندنا في قطر أن يكون تقارب بينهم ويكون إن شاء الله يجي قطر بكل تراثة بإذن الله بإذن الواحد لحد وطبعا نشكركم ونشكر هذا هو اللي سبقتين للسؤال هو المشاركة القطرية في المستقبل سواء على مستوى الآزيج على مستوى التراثي طبعا مثل ما نتعارف نحن السنة عرضنا أمور كثيرة جبناها معنا منها العرضة القطرية منها طرق الصيد منها المسابقات اللي عندنا عرضينا على أفلامه على تلفزيونات على مدار اليوم في الجناح القطري كذلك العرضة القطرية ممكن شفتوها الإخوان قاموا بها لكنها مو بالحجم والشكل اللي إحنا نرغب فيه إن شاء الله كذلك وزعنا كتيبات وأمور تعريفية عن دولة قطر وعن تراث قطر وعن كاس العالم اللي من نظم إن شاء الله سنة 2022 والكتيبات في الجناح القطري موجودة وفيها فيلم ينعرض عن هذه الأمور كلها وأتمنى أن تشاهدها في جناح القطري